اشتركوا في القناة وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حيث تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام في المنطقة كما تم التطرق إلى قمة الدولة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدورة الرابعة والأربعين لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستستضيفها دولة قطر الشقيقة كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي وفي مقدمتها المزيد من دفع المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين من أجل تعزيز المنجزات الوطنية لكل ما فيه استمرار رفعة الوطن وازدهاره وخير المواطنين الكرام